أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة وللعهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات البحرينية الفرنسية توصل النمو على كافة الصعود بفضل ما تشهده مسارتها من تقدم ونمو مستمر وأشار سموه إلى همية مواصلة العمل على تطوير أوجه التعاون الثنائي والشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة بما يسهم في تحقيق التطلعات المشتركة ويعود بالخير والنماء على البلدين والشعبين الصديقين جاء ذلك لدى لقاء سمو وحفظه الله بقصر رفاع اليوم بحضور معالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني ساعدة السيد إيريك جيروت تلم سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين حيث نوها سموه بالمستويات المتقدمة التي وصل إليها التنسيق والعمل المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة مؤكدا همية مواصلة العمل على فتح أفاق أوسع من التعاون في مختلف المجالات بما يحقق الأهداف والمصالح المشتركة كما جرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه عرب سعادة السفير الفرنسي عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يبديه من حرص واهتمام بمواصلة تطوير التعاون المشترك بين مملكة البحرين والجمهورية الفرنسية الصديقة والدفع بها نحو فضاءة أوسعة متمنيا لمملكة البحرين مزيدا من التقدم والإزدهار ترجمة نانسي قنقر